نظم المكتب التجاري المصري بالعاصمة الكينية نيروبي منتدى الأعمال المصرية الكينية يأتي ذلك بمشاركة بعثة الشركات المصرية أعضاء المجالس التي تضمنت 21 شركة من مختلف القطاعات الغذائية التي تلبي احتياجات السوق الكينية وأسواق الدول المجاورة وقال رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة نيروبي المستشار تجاري عمرو البكري قال إن فعليات الاجتماعات الثنائية شهدت حضورا مكثفا لعدد كبير من المستوردين والموزعين ومدير التوردات وشهد الحديث إقبالا على المنتجات الغذائية المصرية التي شهد الحدث الإقبال عليها باعتبارها من أبرز المنتجات المنافسة بالسوق الكيني نظرا لجودة المنتجات المصرية وأسعارها التنافسية فضلا عن تمتعها بإعفاءات جمركية في إطار اتفقية الكوميسا